أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ومدين إياك نعبد وإياك نستعين بدنا سراط المستقيم سراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويطيبون صناة ومما وزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كبروا سواء عليهم أندوتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب هليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفاء ألا إنهم السفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستازئون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجاوتهم وما كانوا مهتدين متنهم كمثل الذي استوقدناها فلما أضعت ما حوله داب الله بنور وتركهم في ظلمات لا يبصرون سنبكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلماتوا ورعدوا وبرق يجعلون أصابعهم في آبانهم من الصواعق حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخفظ أبصارهم كلما أضع لهم مشوا فيه وإذا أتلم عليهم قاموا وله شاء الله لذاب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثموات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من دموة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابها ولهم فيها أزواج متهارة وهم فيها خاندون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فرقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أرد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أموة فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضوا معنا الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها بأسمائها أولئي إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدون آدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان وعنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يتينكم مني هداهم فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي تمنا قليلا وإيايا فرهبون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ذبحون بناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم واغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إلا هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهوة فأخذتكم الصعيقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما وزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكنوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا تربي عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نسفر على تعام واحد فدعنا ربك يخرج لنا فدعنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكتاهها وفومها وكتاهها وفومها وعدتها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا مصرا فإن لكم ما سأنتم وضربت عليهم الدلة والمستنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكتلون بآيات الله ويقتلون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصرى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسنين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لو كنوا قردة خاسئين فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعدة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تربحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهنين قالوا دعنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفرا فاقعا لونها تسروا النادلين قالوا دعنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تتير الأرض ولا تسقي الحرق مسلمة لا شيئة فيها قالوا آن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعنون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا أضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبت من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلاما ويتم يحرفونه من بعد ما قالوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وينهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتموا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أدقتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أسحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أسحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالغالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولون الناس حسنا وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معددون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تغارون عليهم بالإثم والعضوان وإن يأتوكم مسارة فاذهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة ردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشترضوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما يعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئت ما اشتروا به أنفسهم أن يكروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل بل ما تقتلون أنبياء الله من قبل من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتغلتم العزل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالطالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر والفسنة وما هو بمسهزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وودا وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومي كان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عهدوا أهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السح وما أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترعوا ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتبوا واتقوا لما توبتم من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انذرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يؤد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نفير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان بغضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعده مالكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره وعند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قونهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أهلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما توله فذم وجه الله إن الله واسع عنهم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض قل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قونهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسعد أن نصحى بالجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصرى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولين اتبعت أهراءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نسير الذي نادينهم الكتاب يطلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وابتقوا يوما لا تجزي نفسنا عن نفس شيئا ولا يقبل منها عقل ولا تنفعها عقل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت متابة للناس وهمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت للطائفين أن طهر بيت للطائفين والعاكفين ومكع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق آله من التمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعوا قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبه سلمصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن دريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت الدواب الرحيم ربنا وبعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطبيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله صبى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون قالوا نعبد إليك وإلى أبايك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتون ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرقين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ومن أعلموا أم تقولون ترجمة نانسي قنقر